السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم اصدقائي ان شاء الله تكونوا بخير معكم مصطفى من قناة تكنو اندرويد قبل ما بلش هذا الفيديو شباب اتمنىكم الصلاة على حبيب محمد على رفض الله صلاة والسلام هذا الفيديو اصدقائي جايب لكم طريقة لا اخفاء التطبيقات بالايباد نعم اصدقائي زي نحن كان عندنا عباد مثلا ومسكينه للاطفال او يستخدموا الاطفال بس نحن مثلا بدنا نحزف مثلا منه الكاميرا او نخفي الكاميرا حتى الاطفال ما يقدروا يفوتوا على الكاميرا او متصفح سفاري او متجر ابل استور حتى ما يستخدموا زي كمانا رصيد بالمتجر ما يستخدموا بطريقة غير صحيحة فنحن بهذا الفيديو اصدقائي رح نشرح عن طريقة اخفاء هاي التطبيقات بدون برامج لتعرفوا شو هي الخطوة اصدقائي فقط ابقوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف كانوا اصدقائي ارجع لكم من جديد مثل ما ذكرت ببداية الفيديو رح نشرح الا عن طريقة اخفاء التطبيقات اللي موجودة داخل ايباد او ايفون لكن شباب بما بلش بشرح الخطوة اتمنى منكم اول شي تدعم قناتنا هاي لتوصل لتنين مليون مشترك اتمنى منكم ايضا تفعيل زر الجرس اللي موجود اسفل هذا الفيديو طبعا شباب رح ندخل بالشرح مباشرة رح نروح مباشرة الى الضغط او الاعدادات بالايباد رح ندخل على الضبط او الاعدادات رح ننزل للاسفل على اليمين متل ما ملاحظين رح اضغط عليها وهون رح انزل للاسفل ورح احط استخدام رمز ميزة استخدام الجهاز متل ما ملاحظين امامكم رح اضغط عليها هون بيطلب مني اي رمز طبعا هادا الرمز انا رح انشؤه هلأ مسلا 1 2 3 4 وعيد الرمز مرة ثانية 1 2 3 4 فحون بيطلب مني الايميل وكلمة السر طبعا شباب هون اي ميل وكلمة السر الاي تلو تبع الاي باد حتى يحفظ كلمة السر اللي انا ادخلتها بالبداية اذا نسيتها او ضاعت مني حتى ما افقد التطبيقات اللي بدي اخفيها طبعا شباب بعد ما دخلت الايميل انا وخلصت منه طبعا انا قطعت الفيديو كرمال الايميل بعد ما دخلت الإيميل وخلصت منه على الأخير بدخل على شيء اسمه قيود المحتوى والخصوصية أكيد ملاحظينه أمامكم رح أضغط عليه فهون هذا المكان رح أفعل أول خيار قيد المحتوى والخصوصية رح فعله وهون رح حط الرمز اللي أنا سجلته هناك واحدين ثلاثة أربعة بعد منها شباب رح أنزل على التطبيقات المسموح بها ثاني خيار مثل ملاحظين أمامكم رح أفتحه فهون هاي التطبيقات جميعها صارت موجودة عندي مثلا مثل الكاميرا رح أدخل على الكاميرا مثل الكاميرا هون رح أدخل على الكاميرا ألغيها مثل عندي مثلا أبل استور أو المتصفح تبع سفاري رح ألغي ورح أرجع للخلف بالقائمة رح دور ورح لاقي أن الكاميرا مثل المعظم كانت موجودة هون فاختفت الكاميرا إذا بدي أرجع للخلف أرجع على نفس المكان على تطبيقات المسموح بها أرجع أضغط كلمة السر أرجع ضيف الكاميرا وضيف المتجر أرجع على القائمة فبكل بساطة هلأ رح لاقي الكاميرا هون مثل ملاحظين رجعت إلى مكانها بهيك هالطريقة أنا بحمي التطبيقات ما أن تنوجد بأيدي الأطفال أو يعبثوا فيها بطريقة غير نظامية هذا هو كان الفيديو شباب أتمنى أن يكون العجابكم أتمنى أن يكون فاتكم تحياتي لكم والسلام عليكم